بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله نواصل حديثنا في الحلقة الخامسة عن إمامة أهل البيت عليهم السلام من سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين مضى في الحلقة الرابعة الحديث عن إياك نعبد عن أقسام عباد الله الآن نتحدث عن إهدنا طبعا إياك نعبد وإياك نستعين هنا تقديم ضمير المنفصل تقديمه الدلالة على الحصر يعني نعبدك وحدك لا شريك لك يعني نطيعك هنا نطيعك فيما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وآله من عبادات ومعاملات نطيعك وحدك لا شريك لك يعني لا نطيع آخر بشكل مستقل إلا إذا أمرتنا أن نطيعه إياك نعبد وإياك نستعين لا نستعين بغيرك لا ندعو غيرك ليكشف عنا النواجل والمشاكل والهموم وتحقيق ما نريد أنت المدعو في المهمات والملمات ندعوك وحدك نرفع أيدينا بالدعاء لتحل مشكلاتنا ولتحقق ما نريد إياك نعبد وإياك نستعين الآن يقول إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآيات أعطت مفتاحا عظيما لتشخيص أهمية موضوع الإمامة موضوع السابقين بالخيرات موضوع الوارثين أن هؤلاء ليس مجرد أن عرضناهم عرضهم القرآن الكريم وعرض منزلتهم وإنما هنا ليأمر باتباعهم أكثر من هذا ليأمر بالهداء إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الكلام على إهدنا هنا بأي معنى إهدنا الهداية نوعان هداية بيانية فأما ثمود فهديناهم وأما ثمود فهديناهم فاشتحبوا العمى على الهدى هنا البيان الهداية بيانية يعني بعثنا لهم رسولا بعثنا لهم رسولا يبين لهم ما نريد هديناهم ببيان ما نريد ولكن استحبوا العمى على الهدى فهذه الهداية هداية من نوع البيان والتشريع هناك في قبالها هداية أخرى يتحدث عنها قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فهذه الهداية من النوع الثاني هداية تكوينية شرح الصدر ماذا يراد بشرح الصدر يعني يا رب نحن عرفنا الهداية البيانية واتخذنا قرارا أن نعبدك وأن نطيع رسولك وما جاء بي نعمل بما جاء بي يا رب أمتنا على ما عرفناه من الحق في أن من يتبع السابقين من يتبع من اصطفيتهم في الدنيا وأورثتهم الكتاب ينجو في الآخرة ويكون من أصحاب اليمين يا رب هذا القرار التشريع منا أمتنا عليه اشرح صدورنا و اقبض صدورنا اشرح صدورنا لهذه الحقيقة وقبضها عن غيرها عن اتباع غيرها وجنبنا اتباع من غضبت عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فهنا اهدنا بمعنى شرح الصدر اشرح صدورنا عن لشيء وقبضها عن شيء قال اهدنا الصراط المستقيم والكل يقول نحن على الصراط المستقيم هنا حينما جاء بالبدل صراط الذين أنعمت عليهم البدل عندنا بدل وعندنا مبدل منه صراط الذين أنعمت عليه بدل من صراط الاولى من الصراط المستقيم في حكم البدل قاعدة نحوية معروفة ان الاصل في الخطاب حينما يكون هناك بدل الاصل للبدل وانما جاء بالمبدل عنه كمقدمة لكي يعبر الى المبدل منه كأنما قال في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كأنه قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم هو بيّن ان الصراط الله المستقيم هو صراط الذين أنعم عليهم لا اثنى نيته تماما الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم وكأنه قال في قوله اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين نعمت عليهم كأنه قال اهدنا يا رب اشرح صدورنا يا رب لهذه الحقيقة الكبرى التي عرفناها في قولك مالك يوم الدين وعرفناها في قولك حاكيا عننا إياك نعبد والمقصود هو من نتبعهم فيقودوننا إليك ويوصلوننا إلى الجنة يا رب اشرح صدورنا لاتباع من أنعمت عليهم لأنك قلت تقول صراطي هو صراط من أنعم الله عليهم وهي حقيقة كبيرة وقبضها عن اتباع من غضبت عليهم وعندنا إذن خطان خط من أنعم الله عليهم وخط من غضب الله عليهم وظلوا الدعاء هنا اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين كأنه قال يا رب اشرح صدورنا يا رب أمتنا على اتباع من أنعمت عليهم واقبضها أمتنا على البراءة ممن غضبت عليهم وظلوا وأظلوا جدا جمل الكلام هنا من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بيت القصيد هنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني يهدي إلى الصراط المستقيم وإنك والله يهدي إلى صراط يهديكم لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم فإذن القرآن الله يهدي إلى الصراط المستقيم القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم النبي وكل الأنبياء من قبله يدعون إلى صراط مستقيم أي صراط هذا الصراط الذين أنعم الله عليهم كلهم يدعون إلى صراط الذين أنعم الله عليهم من هم هؤلاء هل تركنا تركتنا سورة الفاتحة بلا بيان هل تركنا القرآن بلا بيان الله تعالى ربط جعل سورة الفاتحة فاتحة القرآن مقدمة القرآن يعني وقرنها بالقرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني يعني سبعا من الآيات هذا النكرة للتعظيم النكرة يجاء بها لأجل تعظيم الشيء سبع آيات إحنا انطيناك وأي سبع آيات لا تضاهيها آيات سبع أخرى والقرآن العظيم هم النكرة تفيد التعظيم وجعلها بإزاء القرآن عدل القرآن هذا تعظيم أعلى بعد درجة أعلى أن هذه الآيات السبع تماما تعادل القرآن الكريم كيف هي سبع آيات كيف تعادل القرآن الكريم كيف تساوي القرآن الكريم لأهمية هذه السورة فرضها علينا في الفرائض في الصلوات اليومية يقرأها المسلم عشر مرات أقل شيء هذا بالواجبات عشر مرات إذا رادي يصل للنوافل فتصل إلى أصباط عشر مرة يقرأ سورة الفاتحة لماذا؟ لأنها تضمنت مفتاح الهداية أهم شيء الإنسان حينما يدعو علمنا القرآن أن ندعو بأهم شيء أهم شيء في الدعاء أن يضمن الإنسان أنه يموت على الخط الذي على الطريقة التي على الاتجاه الذي يوم القيامة يربح به الجنة هذا أهم شيء وإذا هذا فقد كل شيء فقد تماما هذا أهم شيء في الدعاء لذلك جعلها في الصلوات وركز عليها لمكان هذا الأمر والآن نتحرك في القرآن لمعرفة من هم الذين أنعم الله عليهم عدنا آيتان الآية الأولى في شورة النشاء وكل المفشرين حينما يتحدثون عن قوله تعالى اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم يأتون بهذه الآية في شورة النشاء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسون أولئك رفيقهم يفصلون ما يفصلون بينما هذه الآية الأخرى في شورة مريم تفتح الملف بشكل مفصل وتعرفك بمن أنعم الله عليهم بشكل واضح هناك ذكرت لكن يرات كدرهم وقد يختلفون أما هنا لا يختلفون نقرأ الآيات في شورة مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين شوف الذين أنعم الله عليهم صنفان نبيون وممن هدى واشتبى ولم يجعل نبيا ممن هدى وقرب ولم يجعل نبيا وأنما جعله سابقا بالخيرات من اقتدى به يحصل على الجنة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين منين من النبيين من المن من تبعيضية أو بيانية تبعيضية لأنه بعض الذين أنعم الله عليهم نبيون وبعضهم ممن هدى واشتبى ولم يجعل نبيا قسمان صنفان قوم من الذين من النبيين الآن من بيانية من من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح نوح من ذرية آدم من حمل مع نوح من ذرية آدم وشان يقول من ذرية آدم ويكفي ليش قال من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم إبراهيم من ذرية نوح ومن ذرية إسرائيل وما قال ذرية قال ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل يعني ومن ذرية إسرائيل إسرائيل من هو يعقوب أنا ملفت للنظر يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم لماذا جعل بيت يعقوب ذرية يعقوب أقبال ذرية إبراهيم وجدة تماما إسماعيل ماكو هنا إسماعيل الذي حين قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبتي افعل ما تؤمر افتهم أن رؤيا أبيه أمر إلهي فهم ثم قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين بهذه العظمة إسماعيل لماذا لم يذكر لذلك حاول بعض المفسرين أن يجعل الضمير في قوله تعالى ومن ذريته إبراهيم قال هذا إسماعيل لكن هذا صرف يعني ما تساعد عليه اللغة يساعد عليه المعنى ما تساعد عليه اللغة تماما وإبراهيم إبراهيم وإسرائيل إسرائيل أعيد الآيات أولئك الذين أنعم الله عليه من النبيين أربع مجموعات من ذريتي آدم ومن ذريتي ومن من حملنا مع نوح ومن ذريتي إبراهيم وإسرائيل أربعة بيوت أما بيت آدم فأوصياؤه من شيت إلى نوح هذول أوصياء هذا بيت آدم تماما ذرية نوح بيت نوح ومن من حملنا مع نوح ليش قالوا ومن من حملنا مع نوح لأن واحد من أولاد نوح ما ركبوا يا بالسفينة قال يا أبتي اركب معنا قال يا شآوي إلى جبل يعصمني من الماء فحال بينهم الموج وكان من المقرقين فإذا ما يقدر يقول ومن ذرية نوح وإنما شي يقول ممن حملنا ومن من حملنا مع نوح يعني من ذريته لأنه الذين حملهم من ذريته هؤلاء هم الذين نجوا وجعل ذريته هم الباقين يعني يحملون خطأ الله يحملون الصراط المستقيم ومن ذرية ومن من حملنا مع نوح خب ومن ذرية إبراهيم خب إبراهيم من ذرية نوح أراد أن يكون إبراهيم بيت وإن من شيعته لإبراهيم ولكن أراد له أن يكون بيتا مستقلا جميل مشيئة الله في بيت إبراهيم أن يكون بيه خطين خط إسماعيل اللي وي أبو إبراهيم بنوا البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بإجماع المفسرين أن هذا الرسول من الأمة المسلمة هو محمد صلى الله عليه وآله بالإجماع لا خلافة على ذلك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم على الأمة المسلمة المطهرة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ماكو يزكيهم للمطهرون ويزكيهم يعني يظهر عظيم فضلهم للناس يظهر الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ما أثنى على أحد وجعله مع القرآن قرين القرآن إلا أهل بيته شيء شيء عجيب واقعا عجيب شيء هؤلاء آل إبراهيم آل إسماعيل ذرية إسماعيل يعني يعقوب بعد إسحاق بعد ما مولود من يقول الله تعالى وَإِذْ اِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ هنا إبراهيم ما عند غير إسماعيل يعني وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَعِيلِ قال لا ينال عهد الظالمين فهنا الآية أورثت الإمام الإبراهيمية ذرية إسماعيل غير الظالمين منهم لا ينال عهد الظالمين لأن أكو أمة مسلمة هذه الأمة المسلمة التي ورد ذكرها في هذه الآيات من شورة البقرة إنما هم ورثوا الإمام الإبراهيمية من زمن إسماعيل إلى آخر وصي منهم أبو طالب هذه الأمة مسلمة تماماً أوصياء النبي أئمة حملوا إمامة إبراهيم وحملوا تراثة إبراهيم في قبالهم وإسرائيل ابن إسحاق الله تعالى شاءت حكمته أن يرزق إبراهيم بعد أن استقرت وراثة الإمام الإبراهيمية لإسماعيل وذريته شاء الله تعالى أن يكرم سارة أن يكرم إبراهيم بولد من سارة ليش؟ لأن سارة كانت إمرأة صالحة إمرأة قدمت خادمتها أمتها قدمتها لزوجها وهذا ما أحد يسويه ما أحد يسويه إمرأة تسويها ما تسويها لإمرأة ما تسويها تماماً ما تسويها فالله تعالى أكرمها ما تذكره التوراة أن سارة غارت من هاجر وقلت له يلا أخذ أخذ ابنك وأطلعهم من بيتي هذا كذب هذا مما افتراه أولاد شارة حسدوا حسداً تماماً حسد حسدوا إسماعيل وذرية إسماعيل فإذن الله تعالى أكرم سارة على وفاءها وعلى صبرها ومحاربتها للغيرة فأكرمها بولد وهي عجوز عقيم أألد وأنا عجوز عقيم قالها أخوة أمر الله أصلح 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 الله لها زوج رحمها وحملت بإسحاق فبشرناها بإسحاق مو فقط إسحاق ولد نبياً من الصالحين ومن وراء إسحاق يعقوب وهذا قمة البشارة لسارة أنه مو فقط يبشرها بولد يبشرها بحفيد ثم شاء الله تعالى أن يجعل هذا الحفيد من ذريته الأنبياء إلى عيشة من ذريته الأنبياء يوسف والأسباط وموسى وهارون وآل هارون وسليمان داود وسليمان إلى آل عمران الأخيرين زكريا وعمران ويحيا وعيشة هؤلاء كلهم من زمن يعقوب من زمن إسحاق من إسحاق إلى عيشة هذول نافلة ووهبنا له يعني لإبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة يعني جايد زيادة يا رب ما هي حكمتك من الزيادة ليش سميتها نافلة قال لأنه خط إسماعيل وخط إسحاق لو أخذتموه من زمن إسحاق من زمن إسماعيل إلى المهدي وأخذتم ذرية يعقوب من يعقوب من يعقوب إسحاق إسحاق ويعقوب وذريتها إلى عيسى رح يصير أمانكم خطين سوف ترون العجب من تماثلهم وتناظرهم وهذا ما بني عليه القرآن الكريم هناك خطان من ذرية إبراهيم فصل لنا في قصص بني إسرائيل من أجل أن يتحدث عن قصص آل محمد صلى الله عليه وآله إذن هنا هذه الآية فتحت لنا الملف كاملا للذين أنعم الله عليهم فمن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المتكلم منه المخاطب منه مخاطب محمد صلى الله عليه واله النبي الموعود من ذرية إسماعيل فإذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من ذرية إسماعيل اللي محمد منهم يعني الأمة المسلمة هذه الأمة المسلمة اللي أنت أمره محمد أن يعلمهم الكتاب والحكمة وأن يورثهم الكتاب والحكمة ويجعلهم شهداء على الناس وإنت شهيد عليهم هذا بيت القصيد هنا هذا سيأتي إن شاء الله سيأتي بحث إضافي عنه أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من ذرية إسماعيل في قبال الذين أنعم الله عليهم من ذرية يعقوب الأمر هنا سيكون على مسرعيه من الوضوح من الوضوح بهذه بهذه الانتقالة انتقلنا من شورة من شورة الفاتحة إلى شورة مريم فانبسط لنا الملف انفتح لنا الملف وبالتأكيد هنا من يقول إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صحيح ذرية يعقوب أنعم الله عليهم ولكن لسنا نبينا ليس منهم وأنما نبينا ونبينا قد وعد الله إبراهيم في أن يجعله من ذرية إسماعيل في آخر الزمان وضمن الكتاب التوراة وما بعدها البشارة بهذا النبي الإسماعيلي هنا ينفتح على الطريق أن الصراط صراط الذين أنعم أن الصراط المستقيم لله هو صراط هؤلاء طيب حينما يقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني وأن صراط الذين أنعم الله عليهم هو صراط الله فاتبعوه هذا معنى إن شاء الله نفصل في هذا الأمر في الحلقة القادمة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر